اهلا بكم علشان استغل كامل امكانيات ويندوز واستخدم كل البرامج والتطبيقات المتاحة لابد ان انا اعمل حساب مايكروسوفت او اكاونت يعني يعني ايه الكلام ده زي بالزبط كده لما بستخدم اي تليفون اندرويد او اي او اس لابد ان انا اعمل اكاونت الاول اعمل اكاونت في جوجل او في الابل على اساس ان انا اقدر استخدم التليفون وانزل البرامج والتطبيقات وابدأ استخدمه كذلك برضو ويندوز بامكانياته الجديدة والحديثة لابد ان يبقى لك اكاونت علشان تقدر تستغل كل الامكانيات دي طبعا انا من غير اكاونت وممكن اشتغل عادي زي ما اشتغلنا قبل كده يعني واشغل البرامج ولكن في حاجات تانية كتير جدا داخل الويندوز عشان تستغلها لازم يبقى لك اكاونت يمكن قبل كده احنا اخدنا في الدرس بتاع الديسك توب ازاي اعمل داونلود لسيم جديدة او سيمة جديدة واحتمال كبير ما تكونش اشتغلت معك ليه؟ لنفس السبب لان انا عشان اعمل داونلود لسيمة لابد ان انا يبقى عندي اكاونت على مايكروسوفت لو ما كانش عندك الاكاونت ده فبالتالي مش هتقدر تستفيد بالميزة دي ومميزات كتير جدا مش هتقدر تستفيد بيها لو ما عندكش حساب او اكاونت تعال بقى نشوف في الدرس ده ازاي نعمل اكاونت مايكروسوفت ازاي اعمل حساب على مايكروسوفت علشان اقدر استخدم الويندوز بكامل تقطو ببساطة علشان اعمل الاكاونت ده هفتح السيتنجز اللي هي الاعدادات او الضبط اللي احنا اتفقنا ان فيها كل حاجة خاصة بالضبط ازاي بفتحها؟ قلنا قبل كده بضغط ستارت ومن ستارت بختار سيتنجز لو ضغط سيجيلي الكاتيجوريز العامة او الفئات العامة بتاعت الضبط من ضمنها في فئة او كاتيجوري اسمه أكاونت لو اخترت أكاونت سيبدأ يجي لي الخيارات دي اولا اللي على الشمال دي الخيارات الرئاسية اللي انا واقف عليه دلوقتي اللي اختياري الاسمه يور انفو او المعلومات الحالية لك طبعا انا قريدي عامل أكاونت فظاهري دلوقتي بيانات الأكاونت اللي انا عمله ممكن انت ما يظهرش عندك حاجة خالص او يظهر عندك اكاونت اللي منزلك الويندوز او الشركة اللي انت شاري منها الكمبيوتر يكون هو قريدي عامل اكاونت انا مليش دعوة بقى بكل ده انا عايز اعمل اكاونت جديد سواء كان في اكاونت او مفيش تعالى نشوف بقى ازاي اعمل اكاونت جديد وهو ده اللي انا استخدمه فيه ما بعد علشان اعمل الاكاونت ده هتلاقي فيه اختيار برضو تحت يور انفو هنا مكتوب عليه ايميل and account لو ضغطت عليه هيجي لي الخيارات ده لو بصيت في الاختيارات ده هتلاقي مكتوب هنا add an account وموجود هنا add a microsoft account يعني هنا ضيف لي اكاونت وهنا برضو ضيف لي اكاونت بس فيه فرق الاكاونت ده ممكن تضيفه بأي ايميل gmail اه ياهو اي ايميل عندك ممكن تضيف بأكاونت لمجرد ان انت بس تقدر تتصفح البريد الالكتروني داخل الويندوز مش اكتر من كده يعني لو عندك ايميل انت قريدي بجوجل بقى بجيميل بياهو باي حاجة تانية ممكن هنا تضيفه بحيث ان برنامج البريد يقدر يجبلك البريد ده وتقدر انت تبعت منه وتستقبل عليه مش اكتر انما مش ده اللي انا عايزه انا عايز اعمل حساب مايكروسوفت علشان اقدر بقى استخدم التطبيقات لان مايكروسوفت كمان خلي بالك عندها متجر زي كده الجوجل بلاي والابل ستور ما عندهم متاجر مايكروسوفت برضو عندها متجر او ستور فيه ابليكيشنز انت ممكن تحملها مش حينفع تحمل الابليكيشنزي الا اذا كان عندك اكاونت مايكروسوفت فانا عشان كده هختار دلوقتي اد مايكروسوفت اكاونت لو ضغطت عليها المفروض ان انا حبدأ اضيف بقى الاكاونت الجديد وشوف بقى ايه الاختيارات اللي هتطلع لي مفترض هو دلوقتي ان انا قريدي عندي اكاونت بس انا بستخدم جهاز يعني ايه يعني ممكن ان انا يكون عندي لابتوب مثلا والابتوب ده قريدي عليه الاكاونت وانا بستخدمه وجيت دلوقتي بستخدم جهاز اخر فبيقولي الاكاونت بتاعك ايه عشان ادخلك عليه على طول لا هو مافهمش قصدي انا اصلا ما عنديش اكاونت فعلشان كده برضو هو تحت كاتبلي no account create one يعني لا انا ما عنديش اكاونت وعايز انشئ واحد جديد فلو ضغطت دلوقتي على create account هو حيفهم ان انا عايز اعمل اكاونت جديد خالص لان انا اصلا ما عنديش قال لي طيب عايز تعمل اكاونت لابد يبقى عندك ايميل على مايكروسوفت فين بقى الايميل بتاعك اكتبهولي هنا برضو انا اصلا ما عنديش ايميل فعشان كده هو برضو عامل حسابه وعمل لي اختيار تحت بيقولي get a new email address لا ده انا اصلا كمان ما عنديش ايميل يعني لا عندي اكاونت ولا عندي ايميل فالمفروض ان انا انشئ الايميل الاول علشان انشئ بي الاكاونت فاختر دلوقتي get a new email address قال لي طيب انت حتعمل دلوقتي ايميل جديد اكتبهولي بقى هنا الايميل ايه الايميل بتاعك الجديد اللي انت حتعمله خلي بالك بقى الايميل ده المفروض انه يونيك فريد جدا لكل شخص في العالم المفروض ما يتكررش معاه يعني انت لازم تختار اسم مميز جدا يعني ما يفعش تقول احمد مثلا ولا علي لان ده اكيد موجود قبل كده فانت لازم تكتب اسم بقى فيه حروف وارقام علشان يعني يبقى اسم مميز فانا ممكن اكتب مثلا احمد خميس 2019 مثلا احاول اشوف لو موجود حيقول لي مش موجود حيقول لي اوكي طيب ده الاسم بتاع الايميل اي ايميل المفروض بعد الاسم بتاعه بيبقى فيه علامة ات اللي هي علامة حرف الاي دي كده وعليها دايرة بنسميها ات العلامة دي على فكرة موجودة في الكيبورد على رقم اتنين اللي فوق مع شفت المهم ان اي ايميل في الدنيا بعد الايميل نفسه بيبقى فيه ات وبيبقى فيه حاجة بنقول عليها اكستنشن او لاحقة الميل ايه الميل بقى الشركة يعني اللي انت عامل الميل من خلالها زي كده جيميل زي ياهو بيبقى ات ياهو ات جيميل دي برضو هيبقى يا اما ات outlook.com او ممكن انت تختار هنا hotmail.com يعني الايميل بتاعك لو انا اخترت مثلا هوت ميل يبقى معناها ايه معناها دا الايميل احمد52019 at hotmail.com ده هيبقى الايميل بتاعي ممكن طبعا استخدمه بقى براحتي اطبعه على كروت اعمل اللي انا عايزه ده ايميل ممكن تستقبل عليه وترسل منه بريد غير ان انت بتعمل بيه اكاونت يعني طيب اوكي هو ده الميل اللي انا عايزه هعمل next طبعا مادام جابلي قال لي create password يبقى خلاص كده الايميل اللي انا كتبته ده قبله مفيش ايميل بالاسم ده قبل كده بيقولي بقى دلوقتي اديني password للاميل ده اي ايميل في الدنيا لازم له password علشان تقدر بعد كده تدخل للايميل ده عن طريق ال password فحكتبله ال password بس فيش روت للباسورد اولا ما تقلش عن 8 حروف يا مفعش 6 7 لا 8 حروف والحروف دي ما ينفعش تبقى كلها حروف ولا كلها ارقام لازم تبقى مزيج ما بين الحروف والارقام او مزيج ما بين الحروف الكابتل والحروف السمول او ما بين الحروف والارقام وعلامات خاصة زي الاندرسكور مثلا اشهر علامة الاندرسكور دي اللي هي على الشرطة جنب الصفر فوق خالص في لوحة المفاتيح في شرطة كده بس اللي ما عشفت بقى اللي هي على العالي فوق المهم ان انا يعني مش لازم العلامات ممكن اقول ارقام وحروف بس لازم حروف يبقى فيها حرف كابتل على الاقل يعني هكتب مثلا اول حرف مثلا كابتل وبعدين هكتب بقى الحروف وحط كمان شوية ارقام كده علشان ده يبقى الباسورد بتاعي طيب حضرت نيكست المفروض برضو انه قابله لو كان في مشكلة كان قالي لا ده ما ينفعش يبقى باسورد لازم تعيده حيبدأ بقى يسألني على بياناتي الاساسية بيقول لي الاسم الاول ايه والاسم الاخير ايه حيبدأ بقى املى البيانات اللي هو بيطلبها مني حكتب احمد وتنقل الخانة اللي بعدها على فكرة عشان اتنقل لأي خانة اي حاجة فيها خانات كده عايزة تنقل ليها ممكن بمفتاح تاب اللي في الكيبورد لو ضغطت تاب هتنقل الخانة التانية او طبعا اضغط بالماوس بس اسهل تاب وحكتب الاسم الاخير نيكست حيبدأ يسألني بيقول لي البلد ايه وتاريخ الميلاد ايه البلد هو فيه من ايجيبت تاريخ الميلاد بقى حابدأ اكتب انا تاريخ الميلاد اختاره من الليستة دي اضغط وابدأ اختار بقى التاريخ بتاع الميلاد مثلا وبعدين اعمل نيكست جاب لي بقى الرسالة دي قال لي انابل يور مايكروسوفت اكاونت خلاص انا حابدأ افعل بقى الاكاونت لان انت كتبت كل البيانات صحيحة فحضغط اوكي حيرجع بقى الى النفذة الرئيسية وفعلا الاكاونت تعمل اهو ادي احمد خميس 2019 ادهوت ميل طبعا بالاضافة الى الاكاونت القديم بتاعي يبقى انا خلاص عملت اكاونت جديد خلي بالك بقى لان انا عامل اتنين اكاونت دلوقتي المفروض اما اطفي الجهاز واجه شغله من جديد هيبدأ يجيب لي الاتنين اكاونت يقول لي انت عايز تدخل بقى نيه الاكاونت اللي هختاره هيبدأ يسألني على الباسورد بتاعته ابدأ اكتب الباسورد وادخل الى الويندوز بالحساب بتاعي وبالتالي اقدر بقى استفيد بكل الامكانيات بتاعة الويندوز لو ضغطت على ستارت هتلاقي ان في ايكونة خاصة دلوقتي بالحساب موجودة هنا طبعا دي صورة انا كنت حطتها للحساب حواريك دلوقتي ازاي تحط صورة ولو قفت عليها هتلاقي جاب لي اسم الحساب لو ضغطت على الايكونة دي هتلاقي فيه ثلاث اختيارات هنا change account settings ابدأ اعدل في بيانات الحساب look معناها يرجعني للشاشة الرئيسية اللي احنا عملناها قبل كده اللي بتوقفني على الباسورد بحيث ان ما ينفعش حد يدخل الا لما يكتب الباسورد بتاعت الحساب او ان انا اعمل sign out sign out معناها اخرج من الحساب ده ارجع تاني علشان ادخل بحساب اخر لو انت الجهاز ده فيه كذا حساب ممكن تعمل sign out من الحساب ده وتطلع بره بحيث ان انت ممكن تدخل بحساب اخر لو عندك اكتر من واحد طيب تعال نعمل change account settings كده ونشوف الاعدادات بتاعت الحساب طبعا بتجيلي كاني بالزبط برضو ضغطت على start واختارت settings ومنها اختارت accounts هي هي نفس اللي هيحصل هنا هو اللي هيحصل لما تضغط على الاداة دي وتختار change account settings حتجيلي settings دي اللي انت شايفها طيب صورة الحساب دي انا حطيتها انما انت ممكن ما تلاقيش عندك صورة لو حبيت بقى انت تحط صورة للحساب تعمل ايه عن طريق كاميرا يعني ممكن تتصور حالا دلوقتي وانت قاعد قدام اللابتوب طبعا ده لو فيه لابتوب فيه كاميرا يعني او لو جهاز الكمبيوتر نفسه اللي انت قاعد عليه فيه كاميرا المهم ان الكاميرا دي هي اللي هتلتقط الصورة وتبدأ تبقى هي صورة الحساب او ان انت تختار browse for one يعني تبدأ بقى تختار اي صورة من اللي موجودين عندك وليابكن مثلا الصورة دي خلاص الصورة دي بقت صورة الحساب والتانية بقت على جنب ايه طبعا لو حبيت ارجع للأولى حضغط هنا لو حبيت ارجع للتاني حضغط هنا ممكن تحط اكتر من صورة ممكن تعمل تاني browse one وتختار مثلا صورة اخرى مثلا بالشكل ده هتلاقي دي صورة اخرى اهي انت تبدأ تتنقل ما بين الصور زي ما انت عايز كده انا قدرت اعمل صورة للحساب طيب لو حبيت الغي الحساب ده طبعا لو هو حساب وحيد انت مش هينفع تلغيه انما لو اكتر من حساب ممكن تلغي واحد منهم لو جيت انا عملت دلوقتي email and accounts علشان اجيب الحسابات اللي موجودة عندي انا عندي الاساسي هو والجديد اللي احنا عملناه موجود انا ممكن نلغي ده او انت طبعا ممكن تنشي اكتر من حساب ممكن تعمل add microsoft account تاني وطالت ورابع وعاشر زي ما انت عايز ممكن تعمل لكل واحد بيستخدم الجهاز account مفيش مشكلة بحيث كل واحد يبقى له باسورد بيدخل على الجهاز بيها وفي نفس الوقت ليه account يقدر يستفيد بكل امكانيات الويندوز انا دلوقتي عايز الغي الاكاونت اللي انا عملته الجديد ده هضغط عليه اول ما اضغط هتلاقي فيه اختيارين هنا اختيار اسمه manage واختيار اسمه remove manage يعني هتعمل ادارة للحساب تغير بقى الصورة تغير اي حاجة فيه ولكن انا عايز الغيه فهضغط هنا على remove هيبدأ الحساب يتلغي بس بيأكد علي الاول بيقولي انت متأكد ان انت عايز تلغي الحساب هقول له yes كده الحساب تلغى وفضل بس عندي الحساب الاصلي اللي انا كنت عامله مهم جدا موضوع الاكاونت ده علشان نقدر نكمل في الدروس اللي جاية موسيقى 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 موسيقى